السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة InfoTech for You معاكم مروة سينيمان وفيديو جديد إن شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا نهارت جاية أتكلم عن التحديث الجديد الخاص بشات جي بي تي اللي تقدر تستخدمه بشكل مجاني وهو إنك تقدر تعمل كوننكت للأبس علشان تقدر تأكسس على الفايلز مباشرة إيه هي الأبس اللي أنا ممكن أعمل لها كوننكت أول ما هتخش على حسابك على شات جي بي تي هتلاقي عندك كوننكت أبس تقدر أنك إنت تأكسس على جوجل درايف تقدر تأكسس على وان درايف سواء كان بيرسونال سواء كان بيزنس أو تعمل أبلود فروم كومبيوتر لو أنا رحت هنا قلت له كوننكت تو جوجل درايف دست على جوجل درايف هبتدي إن أنا أرفع مثلا إكسل شيت وبعض الناس سألتني هل يمكن أنا أرفع سبريت شيت بشكل عام وأقول لشات جي بي تي إنه هو يحلل هو ليتقدر أدي تعمل الموضوع ده بمنتهى البساطة لما تم أتيح إن إنت ترفع ملفات باستخدام شات جي بي تي هنا هبتدي إن أنا أرفع الملف بتاعي حيقول لك السماحية أو البرميشن ويبتدي أكسس مثلا إكسل شيت أنا معرفش بالضبط هو بيتكلم عن إيه أو أنا عايز زي يديني analyze this sheet in details حلل لي الشيت ده in details طبعا لو بشكل عام يفضل إن انت تكتب حاجات يعني إيه معينة فعالة عشان تستفيد بالخطة المجانية هبتدي analyze الشيت بتاعي أو يحلل الشيت بتاعي عايز تكتب له بالعربي لو عندك الإكسل شيت دوت بالعربي data اللي فيه براحتك أنا هنا علشان ال data اللي موجودة جوه بالإنجليش هنا أعطاني overview على الشيت بتاعي وعطالي sample data اللي موجودة جوه عاملة إزاي حديره بس فرصة زي ما إحنا شايفين أعطاني تحليل كامل للdata بتاعتي اللي موجودة جوه الإكسل شيت طب إيه الميزة في حتة ال connect to apps إن انت دايما ترفع حكتك على ال drive وبالتالي تقدر تأكسس من أي مكان مش شرط إن انت تحط الإكسل شيت بتاعتك على الجهاز بتاعك فحيصعب الوصول له مثلا لو أنت عايز تحلله باستخدام شات جي بي هنا لما ترفع حكتك على جوجل drive أو ترفعه على وان درايف هيبقى سهل إن انت تأكسس عليه من أي مكان ده بالنسبة للتحديث البسيط الموجود كمان دلوقتي تقدر إن انت تروح يعني إيه تعمل access على شوية حاجات بسيطة في explore gbts مثلا من الحاجات اللي عرفت أكسس عليها كانت كانفا تعال كده نشوف كانفا مش كل الجي بي تيز أقدر إن أنا أكسس عليها لكن كانفا هنا مثلا أنا ممكن أقوله give me a design for free course for ICDL version 5 كانفا wants to talk to chat gpt blogging كانفا.com هقول له ألاو عشان يقدر يتوكنج to chat gpt blogging.canva.com فعملت ألاو هنا هو عطاني join our free course ICDL version 5 زي ما إحنا شايفين عطاني هنا design أو template طبعا أنا ما عطيتوش تفاصيل كاملة عن الكورس فهنا ممكن يديك design مثلا وتبتدي إن انت الديزاين ده تأكسس عليه داخل كانفا فهيطلب منك إن انت تكونتينيو للكانفا وتبتدي إن انت تعمل edit على الديزاين ده فدي حاجة كويسة إن أنا أقدر إن أنا أكسس على بعض الجي بي تي الموجودة داخل شات جي بي تي هنا مثلا سكولر شات جي بي تي find the latest research about AI على سبيل الميسائي ممكن أقوله كده مثلا find the latest research عن الإي آي ممكنني أكسس هنا مثلا جوجل سكولر ويبتدي إن هو يديني مثلا آخر research بيقولي أيضا ادينه السماحية فهنا زي ما احنا شايفين حيديني آخر research خاص بالAI حيديني سامري عنه وبالتالي أنا بيهمني المعلومة وبالتالي حيكون أيضا عندي المصدر هو جايبه من أنه موقع ده بالنسبة للجي بي تي الخاص بي سكولر وأتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بنحاول إن إحنا دايما أي دحتيز جديد أو يظهر عندي ببتدي أطلع إن أنا أتكلم عنه أتمنى في التعليقات تقولولي إيه الحاجات اللي ظهرت عندكم حتى الآن في شات جي بي تي زي ما بقولك في نهاية كل الفيديو ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتبص بصة كده على ال content أو المحتوى الموجود داخل القناة إن شاء الله يفيدك وبقول لمتابعيني الأعزاء ما تنساش لايك وشير والcomment دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا